أهلا بحضراتكم من جديد طيب على مدار الفترة اللي فاتت موضوع القايمة الدولية للحكام عاملة رد فعل كبير جدا في الوسط التحكيمي أو في وسط القرى المصرية بشكل عام والحمد لله يمكن برنامج التريند معودكم دايما فيه الجديد وفيه كل التفاصيل وبتبقى فيه ردود فعل بتحصل من خلال المعلومات اللي بنقولها لحضراتكم في الفترة الأخيرة وقلت من أول يوم أنا الملف ده تحديدا بتكلم فيه عشان لما نبدأ الموسم اللي جاي ما نتعرضش نفس الأخطاء والمشاكل اللي شفناها على مدار المواسم اللي فاتت سواء الموسم الماضي أو حتى الموسم قبل الماضي لأن اللي بيحصل في ملف القايمة الدولية ده هنعكس على فكرة سواء بالإيجاب أو بالسلب على ملف التحكيم في الفترة اللي جاي آخر حلقة معاكم كنت مبارح بتكلم على موضوع التقارير الفنية وانتقطت فكرة مش بتكلم بقى على موضوع من في الفار وبرى الفار أنا كلمت كمان على فكرة أن الترتيب المفروض ما يكونش ترتيب أبجادي بيبقى الترتيب طبقا للتقييم الفني والتقارير الفنية وده مش كلامي دي شروط الفيفا كان حاططها عشان تتنفس في أسماء القايمة الدولية لما يتم إرسالها من اتحاد الكور والتحاد الكور أرسل بالأمس أو يومها خمسة وعشرين تسعة الأسماء من حوالي ثلاثة أيام يعني وقال إبراهيم نوردين رقم واحد محمد عادل اثنين محمود البنة تلاتة وحتى أنا استغربت من الترتيب ده ومش أنا بس كابتن نصر عباس مبارح حتى مع الكابتن أسامة حسن نتكلم في نفس الجزئيل إن هي جزئية واضحة جدا للجميع بالمناسبة على فكرة التقييم الفني ده داخل مصر لكن تيجي تروح للاتحاد الأفريقية أو للاتحاد الدولي تقول له إبراهيم نوردين رقم واحد محمد عادل اثنين البنة تلاتة أمين عمر أربعة لو التقارير الفنية والتقييم الفني في الفيفا أو في الكاف غير كده هيعتمد تقريره هو مش تقاريرك أنت وبدليل إن حتى في مباراة ما بين سانداونز ولبساش بطل سيشيل في دور الاثنين وثلاثين في دور أبطال أفريقيا تم الاستعانة بالكابتن محمود البنة المباراة دي هيدرها بإذن الله يوم 14 أكتوبر أحد يوم 14 أو 15 أو 16 أكتوبر في دور أبطال إفريقيا وبالتالي التقارير الفنية عند الكاف أو الفيفا في المباراة الدولية هي الميعار بالنسبة لهم لكن إحنا عندنا تقارير فنية بتقول عكس التقارير الدولية ويمكن التقارير الدولية بالتأكيد بتبقى هي الواقعية كلها من خلال النتائج اللي فيها ولكن التقارير الفنية المحلية عملت أزمة بقى في حكام تقنية الفيديو وكلنا متابعين الفترة الأخيرة الكابتن محمد الصباحي مقدم شاكوة رسمية واكتمع بسيد جمال علام رئيس الاتحاد المصري واشتكى في موضوع القائمة الدولية وحتى كان طلق الكابتن عصام عبد الفتاح وقال لو أنا كنت موجود أكيد كنت ممكن أحط محمد الصباحي ليه حاجات كتيرة جدا من خلال وجهة ناصر لكن التقارير الفنية والمعلومات اللي جاد ليه من بعض المصادر داخل اتحاد الكرة ومن داخل لجنة الحكام أن الترتيب الفني في الموسم الماضي في جزئية مش عارف هل الاتحاد هينقشها أو هيشوفها خلال الفترة الأخيرة تقنية الفيديو رقم واحد محمود أبو رجال وما فيش مشكلة ماشي خلوه تقنية الفيديو لأنه عنده كاس عالم المبرر عشان فيه كاس عالم ما فيش مشكلة رغم أنه لو كان فضل مساعد دولي بس والله ما كانت تتأثر على الكابتن محمود أبو رجال في تقنية الفيديو لكن ما فيش مشكلة نروح للجزئية الثانية بعد الكابتن محمود أبو رجال فيه مين؟ فيه الكابتن طريق مجدي بعد كده وقع الفرحان وهو دخل مكان محمود عشور كان متوقع أن يكون كمان موجود معاهم محمد الحنفي ومحمد الصباح اتقال أصل موضوع السن والحنف 44 سنة فاحنا طلعنا كل الناس اللي لمعدها السن فمش هينفع أن ندخل الحنف لأنها هتبقى آخر سنة رغم أن المبدأ ده لما الكابتن وجيه أحمد حط محمود عشور من سنتين كان ساعتها كانت تخطى السن مش 44 سنة لكن ما فيش مشكلة كابتن محمد الحنف ما بيكلمش كتير وبيشتكيش كتير لكن كابتن محمد الصباح يمقدم شكوى وعمل مذكرة في الموضوع ده بس استند على إيه بقى؟ دي المفاجأة اللي بالنسبة لي والمعلومة اللي جات لي اتقال أن التقارير الفنية وده في عهد اللجنة السابقة واللي كان موجوده وقتها الكابتن أسام عبد الفتاح والكابتن سيد مراد وقال ارجعوا ليهم وخليهم يجيبوا التقارير الفنية اتقال أن حسام عزب حجاج اتوقف شهرين في بداية الموسم واتقال كمان أن عمر الشناوي اتوقف مرتين خلال الموسم دي التقارير الفنية اللي بيستند عليها الكابتن محمد الصباحي في الشكوى أن الكابتن حسام عزب حجاج اتوقف شهرين في بداية الموسم وعمر الشناوي اتوقف مرتين أنا ما شفت اشتقارير فنية بس الكلام ده لو صح أتمنى الكابتن أحمد أبو العلا والكابتن تامر دوري يطلع يرد على هذه الجزئية لأن لو الحكام سواء حسام أو عمر أو أيا كان اسم الحكم لو توقف مرة أو اتنين وانت عندك مشاكل فنية معاه في موضوع محتاج حكم خبرة مش بأتكلم في خبرة يبقى 45 سنة أو 40 سنة يعني ممكن يكون 39 بس خبرة عنده رصيد كبير في مباراة الفيديو كان موجود مثلا في حوالي 20-30 مباراة آخر سنتين لكن فكرة ان احنا يبقى في حكامة وقفت على مدار الموسم مرة ومرتين ونحطها في القائمة الدولية أنا أتمنى الكابتن تامر دوري والكابتن أحمد أبو العلا يطلع يرده على الكلام ده لأن الكلام ده لو الاتحاد حقق فيه ولقى الكلام ده صح أعتقد الناس دي لو كملت في اللجنة اللي جاية هتبقى مشكلة يعني أعتقد تشكيل اللجنة الجاري خلال الفترة اللي جاية إن محمد فاروق هيبقى نائب لماركت لاتنبرج والكابتن تامر دوري مسؤول عن تقنية الفارق وكامسؤول فني وأحمد أبو العلا مدير لجنة لأ كده هيبقى فيه خلل في المعايير كده هيبقى فيه خلل في المعايير أنا أتمنى يكون فيه حكام جدد وصعديد وبدعم تجربة عمر الشناوي وحصام عزب حجاج وأي حكم صعد لكن التقييم الفني ما فيهوش مجملات ما فيهوش أي مجملات والفيفا لما بيحط القائمة الدولية تحديدا في جزئية تقنية الفيديو بتبقى محتاجة أكتر أصحاب الخبرات مع التقارير الفنية المميزة مش هدخل في تفاصيل أكتر من كده لكن المعلومة اللي جات لي دي أتمنى يكون فيها رد رسمي من اتحاد الكورة عشان السنة اللي جاية ما نشوفش أخطاء لأن انت لما تحط حكام في القائمة الدولية وفيه الأخطاء دي أو المعيار مش صح أنا مش هبقى واثق في التعينات اللي بتحطها للمتشاط لأن المعيارك هنا مش سليم أكيد معيارك هنا برضو مش هيبقى سليم ده آخر حاجة ممكن أقولها في القائمة الدولية لأن خلاص تم إرسال القائمة لكن ننتظر الفترة اللي جاية شكوة محمد الصباحي نتيجتها هتبقى بالمعايير دي صح ولا غلط فاصل ثم نواصل ونتكلم في تريند الأهلي وأخبار الأهلي على السوشيال ميجي